اشتركوا في القناة وعندما جاء الاسلام صون المرأة ورفع من مكانتها وشأنها وحفظا لها حقوقها وأوصابها بالمعاملة الحسنة والرفق بيانت الشريعة الاسلامية حقوق وواجبات المرأة وجعلها شقيقة الرجل في كل الأحكام الشرعية كما قال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إن النساء شقائك الرجال رواه الإمام أحمد والترميذي نرى في وقتنا الحالي ونسمع عن قصص ما تتعرض له النساء من ضرب لأدفه الأسباب وبدون سبب من قبل الزوج أو الأب أو الأخ وحرمان النساء من حقوقهن مثل الميراث أو حرمان النساء من أبنائهن كما نلاحظ ارتفاع معدل الطلاق والخلع وقضايا النفقة وسبب ذلك يعود إلى البعد عن الشريعة الإسلامية والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية والنظر إلى الحقوق فقط وترك أو إهمال الواجبات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا في معاملة النساء بالحسنة إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء وأوصى بالرفق بهن حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم حنونا ورقيقا وكان رفيقا ومعطاء لذوجاته فبالرغم من المسؤوليات الكبيرة التي يتحملها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ألا إنه ما كان يهمل أو ينسى حقوق زوجاته إذ كان عليه الصلاة والسلام يعامل نسائه بحبا ولطف وكان يروعي مشاعرهن ويرفع من مكانتهن وقدرهن في المجتمع حيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل النساء شقائط للرجال كما ذكرنا سابقا أي بمعنى النساء مثل الرجال لكلاهما حقوق وعليهم واجبات لأن هذه المرأة إما أم أو زوجة أو ابنة أو أخت أو عمه أو خالة أوصى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالحرص على رفع مكانة المرأة وحث الرجال على إدخال البهجة والفرح والسرور إلى قلبها وأن اللعب واللهوة معها لا يعتبر لهوا وإنما يؤجر ويثاب الرجل على الرفق والرقة في معاملة زوجته أو أخته أو ابنته وصلت الرقة والحنان في قلب ونفس النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخوف على زوجاته إذا أسرح حدي الجمل وزوجاته يركب نها فيطلب من الحدي أن يتروع وكان عليه الصلاة والسلام يراعي الحالة النفسية لزوجاته في أوقات مختلفة مثلا فترة الحيض وغيرها كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يشاور زوجاته في قراراته أو صلى رسلنا الكريم عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخيرا أو ليسكت واستوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها وإن تركته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه والله أعلى وأعلم أترككم في رعاية الله وأمنه ولا تنسوا الاشتراك في القناة وجزاكم الله كل خير